مساء الفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا مين الماجد يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم وأهم حاجات تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة هنعمل بني بس لا فراخ ولا لحمة هنعمل بني النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا تغيير بقى عن البني اللي هو الفراخ واللحمة هقول لكم ازاي النهاردة تعملوا البني الخطير اللي انتوا شايفينه ده والكفر يبقى متماسك زي ما انتوا شايفين ويبقى الطعم خطير جدا ويبقى مستوه من جوه بس مش ناشف ولا شادد كل مشاكل البني هتحليها معي النهاردة هقولي كمان على تدبيلة للبني خطيرة جدا بس اهم حاجة للبني اللي انا عاملها النهاردة ده لا فراخ ولا لحمة هو ايه هو الكب ده بس لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي ابتدعمني بانتسابها في قناتي اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناة زي ما انتوا شايفين انا جبت الكبدة عشان تعمل البني ده من الكبدة ويطلع معاك كمية موفرة او اي بني يعني لحمة او فراخ جيب الحاجة وجمد ديها حطيها في الفريزر لحد ما تتجمد وبعد كده قطعيها وهي متلجة ده بيخليك تقطعي شرايح رفيعة من غير هد كتير وكمان يبقى عندك مية كبيرة بجيب بقى البهارات بتحت البني اول حاجة في البني تدبلته اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن ملح وفلفل وشطة ولو عندي شوية كاري وشوية تون بودر وشوية بصل بودر وطبعا عندي ملح وفلفل الحاجات دي بحط منها حاجات صغيرة علشان ما تضيعليش طعم الحاجة اللي انا هاكلها يعني فراخ لحمة كده سمك عمتا التدبيلة دي او الشكل اللي انا هعمله او طريقة البني دي تنفع لأي بني انتو تعملوه وبحب دايما اعصر في اي بني عصرة لمونة ومعلقة خل دي بقى بتشيل اي زفارة او اي بقع كده دم كده تحسوها جوه للاكل وخصوصا في الفراخ بتشيل الزفارة خالص خصوصا في الفراخ والكبدة يعني وديهم تقليبة حلوة ممكن احط الخليط ده جوه كيس واسيبه مثلا لمدة ساعتين او يعني مش اقل من ساعة المفروض مش اقل من ساعة بيكون الخليط بقى تشرب بالتدبيلة اللي انتو هتشوفوها دلوقتي تعالوا نشوف بقى بعد ما تبناها هنعمل كفر البنيه ازاي في العادي كفر البنيه بيبقى عبارة عن بقسمات وبيض وكده الحاجات دي يعني النهاردة انا عملت كفر البنيه بطريقة جديدة وحلوة وصحية عملتو بالردة زي ما انتو شايفين كده انا جبت نخالة الامح اكيد متوفرة عند كل الناس وسعرها رخيص جدا جدا هجيب كوبايه من نخالة الامح وحط عليها كوبايا من الدقيقي يعني كده انا جبت كميات متساوية من الدقيقي ونخالة الامح متحطواش نخالة كتير متحطوش دقيق كتير حطوا الاثنين قد imperson جميلة بالضمن بقى معانا الخليط اللي انتو شايفينه ده. طبعا انا الباني بتاعي لو كان كبدة او فراخ او لحنة انا مبهراه خلاص يعني متبله فان كنت هتبل الخلقة دي حاجة بسيطة جدا ده بيكون شكل الخليط بعد ما قلبته كويس وكل اختلط بمعه بعضه. بالطريقة اللي انتو شايفينها دي حطوا كده على جنب ونكمل الوصفة بتاعتنا. زي ما قلت لكم اهم حاجة في البانين هو يتبل حلو جدا. هجيب بقى شريحة زي ما انتو شايفينها دي حطوا كده على جنب ونكم شايفين واحطها جوة التدبيلة دي او جوة الكفر ده بطريقة كده يعني بحيس ان انا بعتبلها بطريقة الطبطب وبعد كده بحط عليها آآ كمية تانية مش بشيلها من التدبيلة بعتبر التدبيلة او باقي التدبيلة او الميا اللي جوة التدبيلة بعتبر ان هي عبارة عن البيض والميا واللبن وكل السوال اللي انا حطها مش حط الكفرين ولا ثلاثة هحط كفر واحد بس. حتة انك تحط كزا كفر من البني بيعمل اشرة تدبيلة فلما بتنزل في الزيت بتفك منك غير كده ما بحسسنيش بتعمل البروتين اللي انا باكله نفسه. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. هنعمل كل الكمية بالطريقة دي بس اهم حاجة ضغطي على القطعة وانتي بتحطي يعني طلعناها شايفين القطعة دي لازم تحطي عليها من فوق ومن تحت النخالة وبعد كده تضغطي عليها اوي اوي علشان تبدأ الحبيبات بتاحت النخالة تلزق في القطعة البني بالشكل ده علشان ما ما يبقاش الطبقة برضو رائية اوي يعني ما تبقاش تخينة جدا عبارة عن كمية طبقات وفي نفس الوقت ما تبقاش خفيفة اوي فتحسوا ان الحاجة اه مش باينة اه ان هي معقولة لها كفر اصلا. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا بهارات للتدبيلة دي وتقدروا تستغنوا بس بالبهارات في الخطوة الاولى. انا عشان كنت حطى كمية بهارات كتيرة في الخطوة الاولى فما بهرتش الكفر خالص ما حطتش فيه اي حاجة قدام. وبعمله كزا مرة مرة واثنين وثلاثة لحد ما يبدأ معايا تبدأ القطعة تطلع بالشكل الانتو شايفينه ده. اكتر حاجة بتدايقنا لما نيجي نقل البني هو احنا لما نيجي نحطه فيه الزيت بيكش. هقولك ازاي تقداري تحتفظ بحجمه وما يبداش يكش منك او يقل او يصغر. طبعا دي كمية كلها خلصناها. اول حاجة تعمليها بعد ما تخلصي الكمية انك تحطيها جوه الفريزر. يفضل انك تسيبيها جوه الفريزر ليلة كاملة. كل ما بيقعد البني اكتر او كل ما تقعد اي حاجة ديها كافر في الفريزر اكتر كل ما الكافر يثبت. الا ازا انت كنتي عاملة كافر تقيل اوي فبالتالي هيفك طبعا لما يدخل جوه الفريزر. بس بالنسبة للوصفة دي مش هيفك ان شاء الله. تحطوا كاس بلاستيك ما بين كل طبقه التانية عشان لما تخرجوهم اه ما يبقاش في هادر يعني يبقى طلع معاكم الطبقات بمنتهى البساطة. الطبق ده على طول هيدخل جوه الفريزر هيقعد في حدود ساعة ساعة ونص كده علشان نبتدي نقلي البني بتاعنا. هنجيب طاصة ويكون فيها زيت غزير زي ما انتو شايفين كده. بلاش تقل في زيت صغير قوي عشان الزيت الصغير قوي ده ما بيتقليش فيها جر حاجة واحدة بس هي الهامبورجر بس. غير كده ما بيتقليش فيها. هجيب بقى قطع البني بالشكل ده وهبتدي اني انا اقليها زي ما انتو شايفين كده علشان خاطر ان هي تبدأ ان هي تستوي كويس جدا. اهم حاجة في الموضوع ده ان انتو تبدأوا ترقبوا درجة حرارة الزيت يعني الزيت ما يكونش سخن جدا ما يكونش بارد يعني الزيت تبقى درجة حرارته وسط ولما نيجي نحط قطع البني ياريت الزيت ما ما يبقاش عالي لأ نوطي حطيناهم نوطي علشان خاطر يبتدي يستوي بره وجوه مع بعض ما يبدأش يستوي من بره وتبقى القشرة والكفر من بره مستوي ونجي نقطع نلاقي البني شادد معانا ودي هي مشكلة ناس كتير بتقولي البني بيشد معايا جدا لما بجأ لي لانك بتكون مسخنة النعر جدا جدا فبتنزل الحاجة فبالتالي مش بتستوي من جمش تاخد راحتها في استوي اقلب زيت ما تحطوش سمنة خالص في الزيت ولا زبدة يعني لا تحطوا زبدة ولا تحطوا سمنة حطوا زيت بس لان الزيت طبعا بيطلع الحاجة مقرمشة وفي نفس الوقت لما بتطلع وبتتغطى بتبقى طرية فالزيت بصراحة في القلي مالوش حال انا ما بحبش لحط في القلي لا زبدة ولا سمنة وده بيكون شكله مش بقلبها الا لما تأكد ان هي حمارة على الناحية اللي من تحت ولو الزيت غزير اصلا هتتحمر على الناحيتين من غير قلب ولا حاجة بس ممكن يعني ايه في ناس تحبها تبقى محمرة او مقرمشة من كل الاتجاهات ابو قلبوها وبعد كده بتطلعوها طبعا على طبق فيه سلطات خضرة حلوة زي كده ومع سلطة التحين عملناها قبل كده والمخليلات الحلوة دي والعيش البلدي كل ده هلاقوا الطرق بتاعته فيه صندوق الوصف اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشاركوا في الق القناة فعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسوش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمو وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتصابها في قناتي اتمنى توصوا دعموكم وانتصابكم للقناة تحييت ليكم بالفانة وشفا واشوفكم دايما يا رب على خير قريب ترجمة نانسي قنقر